مثلاً بتيكوا مثلاً عشان نخلص القصة دي زوج عنده ضعف جنسي قرر انه يعدد طب ليه يا ابن الحلال كده بيقولك اختبر حالي يمكن هي السبب عارف نفسك ده قطع شديد جداً وناس بتقول عليه ده مش مش رجولة يعني ده غلط جداً جداً يعني معلش بنات الناس اللي انت وبنت الناس اللي انت رح لمش لعبة وانت مكفل قولة عشان رأي يعني ماينفعش الزوج الحساس جداً وكأي حاجة ويعمل بشا ماينفعش يعدد الزوج ده ليه لازم يعالج مشكلة الحساسية اللي عنده الاول محساسية مفرطة اللي عنده دي لانه اصلاً مشغول بمشاغله ومشاكله الشخصية اصلاً هيجيب مشاكل التعدد كمان ده الناس ما بتعرفش وده الغلط اللي بيحصل المشكلة مش في التعدد المشكلة ان الناس ما بتعرفش حاجة اسمها ادارة التعدد الراجل اصلاً اللي بيبقى فاق الثقة وقلوق عنده ألا 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 ماينفعش معاه التعدد لا عنده مشاكل كتير الرجل الهوائي المزاجانجي هارفوا عارفيني يعني المزاجانجي كل شواب حال وكل شواب رأيه مرة يحب ومرة يكره ومرة ينتقد ومرة يرضى ومرة يبقى نقض بدون سبب أصلاً ماينفعش لو انت بصوا بقى انا بكلم الزوج دلوقتي لو انت عاوز تعدد ظروفك مناسبة يعني ايه ظروفك مناسبة خاليني أشرح لكم يعني عندك المقدرة المالية انك تصرف على بيتين مش راح سايبين ما بتشتغل ما تصرف فيها وتقرامع عيالك ورايح تصرف لا ده فيه ناس بتروح تستلف علشان خطر يا ابني لا تقدر القوامة بما أنفقه تمام وايه كمان وانك تكفيها نفسياً وجسدياً وتكفيها عاطفياً تمام لو ظروفك مناسبة يبقى ماشي لازم انت كزوج قبل اتخاذ الخطوة انا برضو مش بدعو ليها ولا برفضها تمام لازم تعد نفسك نفسياً واجتماعياً هتعمل ايه اجتماعياً للتعدد ده لكنك تجيب واحدة من بيت أهلها ماهيش لعبة القصة ماهيش لعبة ولا جاي نجرب بقى لا 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 الفتوى في موضوع التعدد ده تحديداً تحتاج حاجتين أمرين اتنين أول حاجة انك تبقى عالم بالأمر الشرع تمام الامر التاني انك عالم بالحال والعلم بالحال ممكن الاخصاء الاجتماعي او الطبيب النفسي بيبقى اعلم منه من الشيخ اللي انت راح تستفق وساعات كتيرة جداً جداً انا عندي كذا شيك مشايخ كده دول ثقة واخد منها الأمر الشرعي مع الأمر العلمي مثلاً او النفسي والاجتماعي كتير جداً بيبقى شيخ ملم وده أفضل بكتير جداً يجمع ما بين العلم الشرعي والعلم بالحال عشان يفت في الأمور دي خلينا مثلاً البعد النفسي الزوجة الأولى مثلاً حساسة وانت تزوجت عليها تمرض وتغضب وتتقلم حبيبتي يتنسحب مع ألم يتأذي أولادك وتأذي نفسها فلازم تقيم أمورك مش كده وقررت تعتبطن وخلاص انا عايزة جاسب الجوء غلط انت قررت التعدد طيب هيأت نفسك له عرفت ازاي تدير الأمر في التعدد في البتين اتعرفت ازاي ترادي وتتعامل مع الأولى والتانية لا غم ولا مشاكل بصوا جماعة الزواج التاني جزء منه متع متع وحب وحسس بقى أنا صغير وبتحب وواحدة حلو حلو وجزء تاني منه هم ومشاكل هم ومشاكل لازم تعرف تدير الأمر دول ازا كان الزوج قصا غير قادر على إدارة أمور البيت الأولين غلط ولا هعرف هيدير الزوجة دي ولا غلط مستح